المراهقون في العالم يعرضون صحتهم للخطر بالتقاعس عن أداء تمرينات رياضية تكفي لتقليل مخاطر البدانة وأمراض القلب والأوعية الدموية هذا ما حذرت منه دراسة أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية الدراسة استندت إلى بيانات من مليون وستمائة ألف شخص في 146 بلداً واكتشفت أن أكثر من ثمانين بالمائة من المراهقين الذين تتروح أعمارهم بين 11 عاماً و17 عاماً لم يستجيبوا لتوصية من منظمة الصحة العالمية بممارسة نشاط بدني لساعة يومياً على الأقل وقالت ريجينا جاتهولد أخصائية صحة الأمهات والأطفال وحديث الولادة والمراهقين والكبار والتي قادت فريق البحث في المنظمة إن هذه المعدلات ترتفع لدى الإناث أكثر من الذكور عالمياً الفتيات أكثر خمولاً من الصبية وجدنا أن 85% من الفتيات و78% من الصبية الذين شمالهم المسحة أخفقوا في تحقيق هدف ممارسة الرياضة اليومي وهو فارق بين الجنسين على مستوى العالم يصل إلى 7% وشهد ارتفاعاً خلال فترة الدراسة وتقول منظمة الصحة العالمية إن النشاط البدني له مجموعة من الفوائد الصحية من بينها تحسين كفاءة القلب والرئة والعضلات وصحة العظام وله أثر إيجابي على الوزن بالرغم من أن فريق البحث يعتقد أن بعض الدول بدلت جهوداً لزيادة معدلات النشاط البدني إلا أن ذلك يقابله توسع في استخدام التكنولوجيا وزيادة في معدلات الأنشطة التي تتطلب الجلوس وما يصبح أمراً طاغياً على حياتهم أكثر من النشاط البدني وعلى مستوى الدول تراوحت نسب المراهقين الذين لا يحققون الهدف بين 66% في بنغلاديش و94% في كوريا الجنوبية ترجمة نانسي قنقر